تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات والقصف المدفعي على أنحاء غزة لليوم الرابع بعد المئة من العدوان غير المسبوك على القطاع ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين وشنت قوات الاحتلال غاراتا استهدفت منازل فلسطينيين في مدينة رفح جنوب القطاع أسفرت عن استشهاد 19 شخصا وإصابة آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء كما استهدف طيران الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة ومنطقة بني سهيلة شرقية خان يونس ذلك بتزامني مع قصف مدفعي عني في محيط مستشفى ناصر الطبي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية في غزة في حصيلة غير نهائية ارتفع عدد ضحايا العدوان في القطاع إلى 24 450 شهيدا إضافة إلى 61 500 مصاب فضلا عن ألاف المفقودين تحت أنقاذ المنازل المهدمة